سد سامراء أقدم السدود في محافظة صلاح الدين أصبح لا يكفي لاستيعاب كمية المياه الناتجة عن الأمطار والسيول ما يشكل خطرا كبيرا على الناس وأراضيهم وممتلكاتهم أهالي المحافظة طالبوا بحمايتهم من خطر الفيضانات من خلال إنشاء سدود إضافية تحل محل السد في حال انهياره أو تضرره بأن تعمل بناء سدود جديدة وتقوية السد لا سامح الله إذا ما انهار سد سامراء لأي سبب كان يعني تدري مثلا محافظة بغداد والجنوب وأطراف سامراء كلها تغرق كذلك انتقدوا أداء الجهات الحكومية في عدم استفادتها من المياه التي أهدرت خلال هذه الفترة دون ادخارها وثم استخدامها في وقت لاحق ليش هذا الهدر بالمياه اللي دا تجي عندنا ليش ما سووا سدود عندنا هواية مثلا من الأماكن اللي تستحل كل السدود يعني كل السدود والبحيرات عندناها سببا سد بحيرة الثرثار اللي نزلت يعني إلى درجة يحزن عليها القلب بحيرة الثرثار وحدة من المناطق اللي تحمل خزين تنفع أغلب مناطق العراق الحكومة لم تعوض المتضررين من الفيضانات في سامراء ولا في غيرها ولم تضع حلولا جذرية تدرأ أخطارها مثل إنشاء بحيرات حفظ المياه أو بناء السدود التي تحمي مدن البلاد المهددة بالخطر يسوي جسور يسوي سدود يعني لا سموح الله إذا فاض إذا فاض راح يصير كارثة كارثة عظمى كارثة في مدينة السامراء خطر السيول والأمطار قد ينتهي أيا كانت نتائجه وتداعياته إلا أن الأمر المثير للقلق هو بقاء مثل هذه الحكومات المتعاقبة على البلد التي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضررا